الروبل مقابل الغاز معادلة جديدة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتصدير الطاقة إلى أوروبا الرئيس الروسي استخدم ورقة الغاز بصورة روتينية في السابق للضغط على مخططات خصومه في ما يتعلق بفرض العقوبات من قبلهم للتشديد على الاقتصاد الروسي فأعلن بوتن أن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل مقابل بيع الغاز إلى مواصفها بالدول غير الصديقة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للروبل وماذا يعني سداد ثمن الغاز بالروبل لكل من أوروبا ولروسيا بعد موقف بوتن يوم أمس سعر الروبل مقابل الدولار قفز بشكل كبير كما نراه هنا على هذا الرسم البياني بأكبر وطيرة منذ عام 2014 وساعد هذا التحول في القفزة على سعر الروبل وعلى سعر صرف الروبل بالتعويض عن الخسائر التي كان قد مني بها في السبيع الأربعة الأخيرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ولكن كل هذه المكاسب التي حققها يوم أمس واليوم لا تزال أضعف بكثير وأقل بكثير مما كان وضع الروبل قبل بدء هذه العملية العسكرية لا يزال الدولار مرتفعا بـ 30% هذا العام مقابل الروبل إذا ما نظرنا على أدائه منذ يناير حتى الآن لا تزال الارتفاعات بتقريبا 30% ولا تزال ارتفاعات الدولار أمام الروبل اليوم بـ 13% ولكن هذه الارتفاعات تعتبر قليلة نسبيا بما رأيناه من تراجعات للروبل الروسي أمام الدولار في الأسبوع الماضية لا يزال هذا الأداء منذ بداية العام الأسوأ أداءا طبعا في العالم خلال العام الجاري لعملة مقابل الدولار هذه الخطوة من قبل بوتين تؤكد وتعكس بشكل واضح عمق الخلاف بين الشركاء التجاريين الرئيسيين وطبعا من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا وطبعا في العالم منذ السبعينيات من القرن الماضي تحديدا في العالم إذا ما عدنا إلى الوراء كان هناك أزمة طاقة كبيرة في السبعينيات خصوصا عقب الحرب العربية الإسرائيلية على كل حال أوروبا نذكر بأنها تستورد أكثر من 40% من احتياجياتها من الغاز من روسيا طبعا هناك نسب متباينة بين الدول الأوروبية ألمانيا على سبيل المثال من أكثر الدول التي تستورد الغاز الروسي هناك دول تعتمد على النفط والطاقة من روسيا بشكل أقل من ألمانيا مثلا فرنسا على كل حال هذه الأرقام تشكل أكثر من 70% من الجهات المستوردة للطاقة الروسية من حيث الإرادات يعني أكثر من 70% من هذه الإرادات تأتي من هذه الدول بحسب مجموعة لوكو إنفست التي أشارت أيضا في تقريرها أن المخاطر التي سيشكلها نفاذ مخزون شركة جاز بروم من العملات الأجنبية سيكون على قدرتها ستكون هذه التأثيرات كبيرة على قدرة جاز بروم لتسديد ديونها في المستقبل وطبعا من ضمن التداعيات لهذا القرار ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30% المكاسب على أسعار الغاز منذ مطلع العام قرابة 40% تخطى سعر الغاز تقريبا 1500 دولار لكل ألف متر مكعب هذه أسعار الغاز الطبيعي في بورصة مختلفة ولكن كانت هذه الارتفاعات التي رأيناها يوم أمس هي أكثر الارتفاعات وأول الارتفاعات منذ مطلع هذا الشهر شهر مارس الجاري إذن قرار بوتين الذي أعلن عنه أمس الرئيس الروسي إذن جاء قبل ساعات قليلة من بدء سلسلة من الاجتماعات وسلسلة من اللقاءات بين قادة الاتحاد الأوروبي وحلف النيتو ومجموعة ال7G7 وأيضا طبعا الوجود الأمريكي الأنظار كما ذكرنا في الأيام السابقة كلها تتجه إلى بروكسل اليوم حيث ستعقد هذه الاجتماعات على مستوى القمة والهدف ربما أو يعني مش ربما حسب ما تتناقله وسائل الإعلام وتتناقله المصادر من داخل هذه الجهات أنه سيتم رفع أو تضييق الخناق على روسيا أكثر زيادة العقوبات على روسيا أكثر بينما لا يزال هناك بعض الانقسام من داخل أوروبا نفسها حول حضر الواردات من الطاقة الروسية على سبيل المثال كانت المجر هنغري كانت تقول أنه لا تريد هذه العقوبات أن تشمل قطاع الطاقة بشكل كبير يعني لا يزال هناك انقسام واضح بين الدول الأوروبية في هذا الشأن والانقسام سببه طبعا الارتفاع في فتورة الطاقة التي ستتكبدها أوروبا وسيتكبدها المواطن الأوروبي إذا ما تفاقمت هذه الأزمة في وقت أصلا التضخم يرزح عند أعلى مستويات في تقريبا أربعين عاما إذن أوروبا تتوقع أو بريكسل اليوم ستكون على موعد للقاءات مهمة سيصل الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل القادة الأوروبيون وسيعملون على اتفاق بشأن خطة الهدف منها أن تمكن الاتحاد الأوروبي من خفض اعتماده على النفط وعلى الغاز الروسيين بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ وبينما ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا بالفعل ستبدأ بحجب الغاز في حال لم تدفع الشركات الأوروبية ثمن بالروبل رفض المشترون في أوروبا الطلب وقالوا أنه سيكون بمثابة خرق للشروط شروط التعاقد بين الشركات الروسية والدول الأوروبية فإلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا القرار القرار الروسي فعال في هذه المرحلة هل فعلا سيدعم الاقتصاد الروسي الذي بدأت ملامح الانهيار تظهر عليه جراء هذه العقوبات المتزايدة كم ستبلغ فتورة الخسائر على دول الاتحاد الأوروبي إن فعلا اضطروا إلى شراء الغاز بالروبل الروسي أم إذا ما قرروا الابتعاد عن هذا القرار أو عدم المضي قدما بذلك ماذا ستكون خياراتهم في هذه المرحلة إلى أي مدى سترتفع فتورة التضخم لديهم هذه هي الأسئلة التي تدور في أذهان الكثيرين في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر